زراشا أنت برضو مهتمية بالمرأة بشكل كبير وخلاص بيكون لك شغل دلوقتي على مستوى الأدبي هل كله بيرصد لوضعية المرأة ولا دخلتك في قصص تانية؟ أنا مش كله بموجه للمرأة حتى الديوان ده هو مش موجه للمرأة هو بالعكس موجه للشباب الجيل ده من النوعين ذكروا أنت ولكن بلمسة أنسوية يعني أنا كتبته حقيت فيه الطابع الأنسوي بتاعي بس هو ده الفرق لكن أنا متناولة في الديوان ده حاجات كثير تخص النوعين أملنا وطموحاتنا أحلامنا حبنا مختلف للوطن للصحاب كل حاجة هي الأمور دي فيها اختلاف ما بين الرجل والست؟ في المنظور أو بيبقى فيه إزاي بقى؟ يعني وسلا في حاجات ممكن أي رجل ما ياخدش باله منها مشاعر معينة لكن الست أكتر حساسة أكتر رأية أكتر للمشاعر ممكن تلقط الشعور ده وتتبع عنه وتعبر عنه بأحسن طريق إيه الرسائل اللي أنت كنت أحب توصليه من خلال الديوان بتحضرتك؟ زي ما قلت لحضرتك أنا يعني الديوان ده عبرها فيه أربع عن عن نفسي وعن الأمل وعن الحياة وعن الحب كل حاجة يعني أي فكرة أي تجربة أنا مريب بيها أي حاجة تعلمتها خايفة منها كل ده أنا بعبر لي بعبر عن الشباب عمتهم في الديوان ده كان نفسي أي معنى يوصل لحد ويوصل لمعنى هو حس بيه جوا نفسه ده كان إيه الفرق ما بين الأربع أجزاء من عنه؟ أربع أجزاء؟ اللي هي الأربعة اللي احنا ذكرناهم من شوية الأمل بكلم فيه عن الأمل يعني مثلا إزاي نتمسك بالأمل؟ هل ينفع أصنا نتمسك بالأمل؟ نفسي أنا بتكلم فيه بقى عني كرشق كتجربة مريب بيها أنا كتبة مثلا خاطرة عن أختي التوأم كتبة عن مشاعر أنا حسيت بيها عن الحب في الآخر ده عن حب كل حاجة حب الأمومة حب الوطن حب الصحاب يعني كل حاجة دي القصة بشكل عام أخت حضرتك لها برضو علاقة بالمجال الأدبي ولا اختلفته؟ لا لا هي بتدرس صيني لغة صينية صينية؟ أه مترجمة صينية كل واحد فيكوا في اتجاه مختلف تمام طيب أنت شفت إن المرأة خلال الفترة اللي فاتت من خلال حتى الدعم السياسي بدأت وضعيتها تتغير ولا لأ؟ بص حضرتك أنا يعني وضع الست في مصر بالنسبة للدولة وللمناصب اللي بتولاها في تغيير طبعاً للأحسن يعني عندنا هي عمضة عزة أخ خير دليل حاجة عزة نورة الدنيا لكن أنا بتكلم على حقوق الورقة بالنسبة للمجتمع نظرة المجتمع للمرأة هي دي اللي محتاجة لتحسين كتير قوي زي إيه؟ يعني مثلاً حق مثلاً مش مكتسط تماماً إن مثلاً البنت تنزل براحتها الشارع تتمشى من غير ما تتعاكس من غير ما يتوجل تتوجلها أي كلمة أتكلمي على سولوكيات مواياة وأخلاقيات هي دي اللي لازم تتحسن بس إنه معادة كده الدنيا كويسة يعني مش كويسة برضو قوي لكن ده أنا أحاول بس أشوف إيه الموقت اللي أنت شايفاها بتنقصكوا لسه الغد الوقت ما زي ما قلت لحضرتك حقوق وواجهات نظر يعني مثلاً أنا أتكلم عن تجربة أنا وريد بيه بعد لما خلفت ابني كريم أنا قعدت السنة تقريباً بدور على شغل ومش لقيه يعني أنا سيفي دحل ناس كتير خلي بالك لا بس كان فيه فرق برضو كان السبب بيتقالي إني أنا خلفت مثلاً فالأولياء تتغيرت فدي حاجة مثلاً مهمة يعني الست بيبصلها في العمل في جهة العمل على إنها مش كف زي الرجل خاصة لما يكون عندها بيت ومسؤولية مش فكرة الكفاءة بس على قد ما هي فكرة إنك هتكوني متفرغة للشغل هتلاقي في حاجة تانية بتدخل معك على نفس الخط هي دي أعتقد الفكرة يعني بس هو من بقاش كده يعني الفايصل في الآخر هو الكفاءة في الشغل وفعلاً إذا كنت أنا قادرة أقوم بمهامي زي زي الرجل ولا لا؟